بسم الله والحمد لله وصراته والسلام على رسول الله أهلا بكم طلاب المرحلة الثانوية الأذهرية صف الثالث الثانوي أو الأول أو الثاني أوكي وبالإضافة إلى الصف الثالث الإعداد النهاردة هنأخذ how to deal with a conversation يعني إزاي نتعامل مع المحادسة والمحادسة بيبقى جيالي يبقى فيها نوع جزء عبارة عن تكوين سؤال وجزء عبارة عن رد على سؤال طبعا نبدأ النهاردة الأول إزاي نكون سؤال المحادسة أوكي إزاي how to form a question إزاي أكون سؤال نبدأ الأول بنوع الأول من الأسئلة اللي هو السؤال اللي بيبدأ بإيه question word يعني إيه السؤال اللي بيبدأ بأداد استفام هذه استفام زي إيه شوف كما عضاء زي what يعني ما أو ماذا أقول لك مثلا إيه what this what are you doing what color do you like يبقى معنا ما أو ماذا أوكي كلمة what برضو في عندي كلمة when يعني ماذا يعني ماذا بأسأل بأعني what when do you go to school يعني جيت إمتى المدرسة كلمة where بأسأل بأعني المكان where are you from كلمة هو بأسأل بأعني الشخص أوكي يعني من يبقى معنى أين أو معنى من who are you whom بأسأل بأعني المفعول العاقل whom did you go to school with بتروح المدرسة مع مين which بأسأل بأعلى رير العاقل أوكي which car do you like كما حب أخيره من أي حاكتين why معناها لماذا why do you come to school late يعني بتجي المدرسة اللي متأخر what time بأسأله عن الوقت what time بتسأل كلمة when ممكن أقول what time do you go to school أو what time is it الساعة كام أو متى what size يعني كلمة what size بأسأل بها على المأس بتاعه what's your size what size do you want أوكي مأس الأميس مأس الجزمة أوكي what color what color color بأسأله عن الون اللي هو بيحبه أو بيفضله what color do you want what's your favorite color what kind of what sort what kind of what sort ما نوع أقول مثلا what type of food do you like what sort of food do you like إنه الطعم اللي أنت بتحبه بأسألك على الملكية يعني إنت مثلا ألم فبأسأل بألم بتاع من فقول who's been this who's been this بأسألك على الكيفية أو الطريقة أقول لك how how do you go to school بأسأل بأس إزاي how are you كيف حالك بأسألك على الرقم أقول لك what's your number اللي هي what number what's your number what's your favorite number بأسألك على طولك أو ارتفاع مبنى أقول إيه how tall طبعا نخلي بالك إن how full by adjective بيقوة رائع صفة طيب what ممكن تزيد من نفس المعنى بس ما نفعش أقول what ولأقول إيه what height what height بيقى معناها وبعدها إيه نون يعني اسم يبقى إزا كلمة how followed by adjective إنما what بيقوة رائع نون وهي دوني نفس المعنى يبقى how tall هي هي what height how wide بأسأل بأسأل بأعن العرض طبعا نحب أقول what أقول إيه what with كي يبقى wide صفة إنما with داعبرا عن إيه عن نون ونفس المعنى يعني كم عرض أو كم التسعة how many كم العدد بسألك how many brothers have you got how many bins have you got how much نفس المعنى بتاع what price بس قلنا how big warai إيها adjective إنما باط بيقوة رائع إيه النون how much أول إيه what price how often كم مر how often do you go to school twice three times okay how many times it's so كلمة how often how often do you go to school how many times do you go to school how far بس ألك ثاني المسافة okay بعد المسافة so كلمة what distance أقول how far are you are are your school how far is your house from your school يعني كم تابع للبيت بتاعك عن المدرسة how long بس ألك بقى عن المدة الزمنية أو تسأل كلمة what length كما حب أسألك أقول لك هتعود أدي في المدرسة أقول لك how long will you stay how long did you stay بسألك على الفترة الزمنية okay طب أحب أقول بwhat what length طيب يبقى الطول أو او المدة الزمنية how fast بسألك عن السرعة what speed أقول له how fast do you drive how fast do you drive what speed do you drive how deep come on how deep is this lake how deep is the river night بسألك على عمق حاجة ولو حابلت أقول what أقول what depth okay how high what height برضو ارتفاع ارتفاع مبنى أقول how high what height عمل إذن كلمة how tall okay بس how tall تستخدم للأشخاص أكتر إنما كلمة how high للمباني وبرضو كلمة طول أحيانا بستخدم ها للمباني اللي هي شديدة الاقتفاع اللي بيبقى عرضها ايه عوش يعني كتير يبقى طولها عالي جدا يعني فممكن علىها how high ممكن علىها how tall طيب how high قلناها خلاص للإقتفاع ممكن أقول lot height نفس الكلام how good مستواك how good are you in English or at English I am good at English I am not good I am very good how old عمرك كام what age نفس المعنى how old are you what's your age how big بسألك عن عن الحج يبقى الأول هنبدأ يما نيجي نعمل سؤال أو نكون سؤال أبدأ بأداة الاستفهام وهي دي أدوات الاستفهام بتاعتنا وإحنا قلنا كلها معنية طب تاني خطوة ايه تجيب بعدها الفعل المساعدة والفعل المساعدة عندي أكتر من عندي أول حاجة verb to be زي am و is و are و was where عندي verb to do زي do و does و did برضو عندي verb to have have has had وبعد كده عندي model verbs الأفعال النقصة can could will would should must كل دي بسميها مستر بسميها model a model verbs إذن كل دول في الآخر بسميهم اللي هي الأفعال المساعدة أو الأفعال النقصة طب مكانها فين قلنا مكانها بييجي بعد ال question word اللي بعد أداة الاستفاهم اللي هي what when where how many how much أوكي أحطي بعدها الفعل المساعدة طيب بعد ما يجيب الفعل المساعدة بتاني ليه بيجيب الفعل i أو he أو she أو you أو they يعني where did you where did he where did she where did they أوكي وبعدها بيجيب الفعل الفعل بقى بييجي حسب الفعل المساعدة يعني لو عندي هنا do أو does أو did أجيب الفعل في المصدر did you go did you play did you watch طيب do أو does أو did أجيب بعدها infinitive طيب لو عندي am أو is أو are أو was أو where يعني لو عندي verb to be الفعل هي بقى مضفل ing مثلا what are you going playing doing watching يعني لو عندي هنا verb to be am is are was where أحط في verb ing طيب لو عندي have or has or had أول where have you where has he where had you أقول yeah go ولا when it or go on okay طيب لو عندي model verb they can or could or should or will or would or must أجيب بعدها الفعل في المصدر يبقى المصدر بيجي بعد verb to do والmodel a verbs طيب i نجيب تيجي بعد am أو is أو are أو was aware طيب الpost بيجي بعد have أو has أو had وبعد كده بكمل الكوم لإيه بتاعتي نقول تاني عشان how to form a question إزاي نكون سؤال في المحادثة أوكي بقرأ بقرأ الإجابة كويس وبعد كده أبدأ أكون سؤال على الإجابة اللي تحت طيب أكون سؤال إزاي قلنا أول حاجة question word أداة الاستفاهم بعد كده الفعل المساعدة ناخدنا من شواء الأفعال المساعدة وكلمنا عليها بعد كده أجيب الفاعل بعد كده أحط الفاعل فين ممكن قلنا الفاعل يجي في infinitive أو يجي في ing أو يجي في التصريف الثالث حسب نوع الفاعل المساعدة قلنا لو قال verb to be أحط ing لو قال verb to do الفاعل في المصدر verb to have الفاعل في المصدر طب لو جالك بود الفاعل في المصدر يبقى المصدر يجيجي مع number two و number four الجزء الخاص بال a 4 و 2 يجي مع الفاعل في المصدر إنما verb to be أحط ing verb to have أحط الفاعل في الباست بارتصم طيب نشوف كده ونبدأ تكوين أسئلة باستخدام verb to be طيب احنا طبعا قلنا بعد أداة استفاهم الفاعل مساعد ثم الفاعل طيب شوف كده am is are was where plus ing إبقى أدت الاستفاهم لو استخدمت am or is or was or where أحط في الفاعل ing طيب نشوف كده الإجابة الإجابة I am reading طيب سأل سؤال وسمو فاضي وقال لك في الإجابة I am reading طيب هسأل بي بقول بالعرب كده ماذا تقرأ طيب الجملة لو فيها am or was or where أصعدها في السؤال إذن لو الإجابة فيها am or is or was or أصعدها في السؤال مع تغيير بس نتخلي منها منه كلمة I am تتحول لأي لأي وكلمة I was تتحول لأي لأي يعني يقول لك مثلا I am وحتى تبدأ what تقول له what are you طيب قال لك I was تقول له what were you طيب لو قال لك he is يبقى what is he she is what is she they were what were they he was what was he تخلي لأي بعد إزالة الاستفهام أبدأ أجيب الفعل المساعد طيب يبقى I am reading يبقى معنا أقول له ماذا تفعل يبقى طبعا عندي I am بحولها لأي زي ما انتفقنا لأ are you طب لو جاب لي حاجة تانية قال لك he is ابدأ حطوهم لتنم مكان بعض he is is طب قال لك they are they طب they where where they إنما لو أقول لك I am أو I was أحاولهم لأي I am لأي you و I was أحاولها لأي where ساعد وجبت بعدها فعل حطوه ING يبقى what are you doing I am reading طب نجيب أسئلة كده برضو طيب قلت لك مثلا I am watching TV يبقى what are you doing أوكي و دائما بجيب doing يعني ما يكون الإجابة إيه يعني الإجابة عندي فعل فما نفعش حط الفعل في الإجابة فبحط مكانه كلمة تفعل ماذا كنت تفعل أوكي طب واحد يقول لك they are playing football يبقى what are they doing أنا عايزك طب واحد يقول لك أستاذ أنا ممكن أقول what are they playing آه صح بس الأفضل لما تجيب what وتسأل بيع عن الفعل حتى معها doing حتى لو كان عندك مفعول يعني فوتبول يعني واحد ممكن يقول what are you playing هتقول we are playing football أو what are they playing they are playing football آه سؤال صحيح بس الأفضل خلي السؤال جنرال ومع وط أستخدم doing للسؤال عن الفعل طيب جملة تانية قال لي I was playing tennis أنا ألعب تنس يبقى كان إيه السؤال برضو ماذا كنت تلعب يبقى what تمام طيب أجيب ايه ها اتفقنا أنه I was حولها where you يبقى what where you وبعدها الفعل حطوله في المصدر ولا في التصريف التالي ولا في ing قلنا يبقى ده تكوين السؤال باستخدام verb to be إذن verb to be ما تكون في الإجابة ما تجيب ليش model verb يعني ما تجيب ليش لكان ولا كود ولا شال ولا شود ولا مصد ولا ويل ولا وود ولا جيب لي لهاف ولا هاز ولا هاد ولا جيب لي do أو does أو did لا باستخد بالverb to be ها اللي موجود عندي عندي am أو is أو are أو was أو where ببدأ أصعدها بعد قدت الاستفهام ثم الفعل طيب لو الجملة ما فيش فيها verb to be يعني ما فيش فعل am ولا is ولا are ولا was ولا a ولا way وعايز أعمل سؤال بس عندي فعل ها في present symbol أو في past symbol قال لك لو في present symbol أو في past symbol يعني عندك الفعل play أو plays أو played قال لك لو present symbol مضارع والفعل without s بدون s يعني جاي مع i أو ال we أو ال you أو they استخدمتهم طب لو مضارع جاي مع he or she وال it هتلاقي فيه yes he plays she plays هتقول does هتقول a does طب جاي لك في past symbol played قال لك استخدم it طب نجيب جملة كده ونشوف الجملة بتقول i go to school by past أنا بروح المدرسة بال past يقول كيف تذهب إلى المدرسة كيف يعني ايه تمام والنطاني خطوة الفعل المساعد هل في عندي هنا am is or لا to be او verb to have او model verb بصعدهم على طول وراء ايه وراء دات الاستفاعة طب ما فيش ما فيش verb to be ما فيش verb to have ما فيش model verb قال لك ابدأ استخدم verb to do ابدأ جيب do وdoes و did حسب زمن الجملة قلنا لو مدارع في s اقول does من جير s اقول do ماضي بسيطة اقول did طب أنا عندي هنا go يبقى ايه how do طب ما جيبتش does a لان does بتيجي معا the and 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 the i بتحول ل you i في الاجابة حوالة في السؤال ل you يبقى what do you بعد do does و did تحط الفعل فين في المصدر يبقى دات الاستفاة الفعل المساعد ثم الفعل ثم الفعل في المصدر بعد كده تكملت الجملة انا عايز اقول له كيف تذهب ايه المدرسة اين فاقول له كيف تذهب ايه المدرسة بالاوتوبيس لا ده انا بس على الاوتوبيس يبقى ايه كيف تذهب ايه how do you go to school اللي جاب i go to school by باس سؤال ثاني بيقول لي he went to the club اللي هو راح النادي يبقى اقول له بالعربي ايه اين ذهب اين ذهب هل عندي هنا فعل مساعد عندي verb to be لا verb to have لا مود الverb لا ما هم بادول لنا ايه بس عظم مفيش على طول العين على ايه verb to do do does did الفعل فين قال لي when when today بقى ايه بقى استخدم على طول did اوكي يبقى ايه what or sorry where did where did طب بعد ما اجيب did اجيب الجملة منين من الاول يبقى بعدها الاستفاهم والفعل مساعد اجيب الجملة منين من الاول معنى اخر ابدأ بالفاعل ابدأ بالsubject اللي عندي يبقى where did احمد واقول يا طرق go ولا انت اقول go يبقى بعد اقول الفاعل مساعد اجيب الفاعل وبعد كده بقول go اللي هو الفاعل فين بقى في المصدر اوكي انما لو verb to be قدت اجيب له ing طب verb to do بحط بعدها الفاعل في المصدر وبعدها بكمل الجملة بتحت عادة طب ينفع اقول where did احمد go to the club yesterday طبعا يبقى انا كده راجل ما فهم بش حاجة ما ينفع احط الاجابة في السؤال انا بسأل على club عشان كده قلت اين يكون احمد يبقى did احمد go yesterday اين ذهب احمد بالامس يبقى احمد او he went to the club طبعا عايزين نكون سؤال باستخدام verb to have طبعا نشوف كده الاجابة لاني دايما ارى الاجابة وبنخيل الاجابة اعمل السؤال انا لعبت كورة لمدة 3 ساعة طبعا انا عايز اقول له كم المدة اللي انت ايه لعبت فاكور اتفاقنا لو اللي اجابة فيها verb to be verb to have model verb احطها على طول بعد ايه اداة الاستفام نفهم كده بقى ونركز مش عايزين ندي الكلام كل شوي يبقى how long عندي فعل مساعد طب هو هنا قال ايه هو نفس هنا يكتب كلمة have يعني مفهود انهوت يكتب كلمة have لان انا سأستخدم have يبقى كان اصل الجملة ايه هاقول هنا هوت فيه هنا word have اهوت نزبط بقى جملة كده اوكي have يبقى لي في الجملة بيقول i نتب هنا ناخد have ونحرك شوية عشان ما تنفع شي كان اصلا هنا بالظبط i have played football for three years يعني انا بلعب football بقى لي كم سنة ثلاث سنين طب انا عايز اكون السؤال على الجملة دي يبقى كم المد يبقى how long طب فيه فعل مساعد اه فيه عن دهاب اه طالما عن دهاب على طول استخدم كلمة have على طول قلنا فيه ثلاث حاجات بصعدهم بعد اداة الاستفهاب verb to be verb to have mother verbs على طول بحطها بعد اداة الاستفهاب يبقى how long have طيب بعد have بقلنا بعمل ايه بجيب الجملة من الاول يبقى يعني ببدأ بالفاعل بجيب الفاعل زي ما هو ما عاد i و we لو كنت بقول we او i بحول i و we لكلمة you يبقى جان يبقى في عندي اتنين ها يعني اتنين فاعل او ضمير فاعل بتحولهم كلمة i وكلمة we يبقى how long have you طيب اول have you playing ولا played ولا play طبعا played لان احنا اتفقنا ان المودل لان احنا ان فيرب بيجيو وراء الفاعل في التصريف التالت وفي الاخر اكلا اقول كلمة فوتبول يعني كامل المودة اللي انت لعبت بقى فوتبول طيب انت كنت بتلعب امبارح اه ممكن اقول ايه اسأل بقى what what have you done yesterday يعني ماذا كنت تفعل بالامس او تاني what يقوله تاني كده اهوت سؤال اهوت تاني what طيب في عندي فائل مساعد اه اللي هو have على طول احط بعدها وحاول i ل you يبقى what have you done لحد ماذا يستر ايه يستر دي وعن معلمة السفر بتاعتي خلاص كده يبقى what have you done yesterday yesterday يبقى that's why بي استر that verb to a verb to have سؤال تاني i have i have got three brothers بيقوله انا عندي ثلاثة اخوات ده عدد يبقى اسأله اقول ايه how ايه how مني اجيب الفان المشاهدة على طوب قال how many اجيب الحاجة اللي انت بتعدى اذا اقول how many اقول how many boys how many brothers how many cars how many books كم كم ولد كم أخ كم أخت how many واجيب بعدها الحاجة اللي بعدها خلصت الجزء ده تمام قال لك ابدأ حط بعدها باقي verb to be verb to have model verbs لو في حاجة من دي موجودة طب ما فيش اجيب verb to do لا انا في عندي انصر ها بحاجة خلاص يبقى how many brothers have قلنا بحاول i لإيه ال i ولي تحاول لإيه لي يبقى how many brothers have you وبعدها الفعل في التسريف التالت ينفع اقول how many three brothers have you got طبعا ده غلط انا كده جبت العدد ما ينفعش اللي بسأل عليه ما تجيبوش في السؤال طيب انا عايز دلوقت بعد كده اعمل forming عايز اعمل تكوين صيغة سؤال بس باستخدام ايه model verbs احنا خدنا باستخدام verb to be باستخدام verb to do باستخدام verb to have دلوقت هاب ابدأ اكون سؤال باستخدام model verbs طيب يعني ايه model verbs مين فكرني can or could تمام shall or should will or would must طيب نجيب جملة كده بيقول لي هي will arrive at seven o'clock هيوصل للساعة سبعة السؤال هيجيلك كده يعني دي المحادسة وجايلك he will arrive at seven o'clock طيب ايه بقول له ايه متى سوف يصل متى يعني ايه خدناها في الادات الفهم شوية win أو what time يعني لو قلت what time صح ولو قلت win ايه win صح طيب نبدأ كده win طيب قلنا بعد قدات الاستفاة ماعمل ايه استخدم الفعال المساعد طيب فيه تلات انواع من الفعال المساعدة لو شفتوهم في الاجابة اصعدهم في السؤال من يفكرن فيهم تاني ها verb to be verb to have model verbs طيب انا عندي model verbs صوت كلمة will يبقى win will طيب بعد ما اجيب will اجيب الجملة منين from the beginning من الاول او معنى اخر اجيب الفاعل يبقى win will he وبعد كده ها طبعا في المصدر يبقى السؤال when will he arrive متى سوف يصل طب ينفعقول when will he arrive at 7 o'clock لا طبعا انا اما جيب اكون سؤال الجزء اللي بسأل عليه احزفه محطوش فين في السؤال عشان يظهر عندي فين في الاجابة مهم جدا يبقى احنا كده تكلمنا على تكوين الايه السؤال تكوين الايه السؤال طيب نرجع له تاني كده ونشوف احنا قلنا ازاي اكون سؤال اهو number one قلنا اول حاجة اداة الاستفهام اه قلنا تاني حاجة الفاعل المساعد بعد كده جملة من اين من الاول يعني ابدأ بالفاعل بعدها الفاعل قلنا الفاعل ممكن يكون في المصدر مع do does or did اللي هي verb to do او مع المودل verbs can أو could أو shall أو should أو may أو might أو will أو would أو must وممكن اضيف له ing مع verb to be am is or was where وممكن في التصريف التالت لو ما عبر بتو have have has has اوكي وبعد كده بكمل الجملة ايه بتاعتي مع قلنا ايه ها هز في الايجاب يعني اه الايجابة اللي عندي اللي هي موجودة في الايه ها في الرد الجزء اللي بسأل عليه ما ينفعش خطه فين في السؤال اوكي يبقى تاني اداة الاستفهام الفاعل المساعد ونحن قلنا افعال المساعدة وكلمنا عنها من شوية ثم الفاعل ثم الفاعل الاساسي ثم تكملة الجملة نحفظ كويس جدا ادوات الاستفهام دي مهمة جدا لان دي اللي بقى استخدمها عشان اكون السؤال باستخدام ادوات الاستفهام نحفظ برضو اللي هي ايه اللي هي ايه الافعال المساعدة اللي احنا اتكلمنا عليها سواء اكلم او ايه او 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 wanting إجابات المشهور فيهم كلمة yes و no. يعني ما تشوف الإجابة yes و no أو أي إجابة اللي احنا قلناها دون اعرف إن ده سؤال اسمه yes or no questions yes or no questions يعني ده سؤال إجابته yes و no والسؤال إجابته yes و no ما ينفعش تبدأ فيه بquestion word يعني ما ينفعش أقول what أو when أو where أو how أو why أو whose ما ينفعش خالص أمول ما تبدأ نبدأ بتاني جزء في السؤال الفاكرين كان تاني جزء في السؤال إيه بني فكرني كان تاني جزء في السؤال يا مستر اللي هو الأفعال المساعدة يبقى السؤال اللي هو yes or no questions أول ما يشوفه على طول عمل إيه أعرف إن هو بادئ بam أو is أو are أو was أو where do أو does أو did ها بادئ بverb to have have أو as أو had بادئ بموض الفيرب can أو could أو will أو would أو shall أو should أو must يبقى بادئ بإيه بحاجة من دول خلاص يبقى لو السؤال إجابة yes or no طيب نعمل بقى كده سؤال ونشوف let's start أوكي هنجيب إجابة إيه هنجيب إجابة إيه هنا طويق لها شوية no I haven't visited طيب لأ أنا ورحتش طيب الإجابة كانت هنا بإيه have يبقى السؤال هنجيب بإيه بhave طيب لو قال لي is yes he is أسأل بis طيب لو السؤال لو الإجابة do أسأل بdo does أسأل بdoes did أسأل بdid will أو would أسأل بwill أو would أوكي يبقى حسب الإجابة اللي عندي هبدأ إيه السؤال لو الإجابة فيها verb to be أبدأ بverb to be السؤال verb to have أسأل أبدأ بverb to have verb to do أبدأ بdo model verb أبدأ بالmodel verb اللي هو إيه جايب طيب قال لي هنا yes I have أو no I have أنت بقول له إيه have you visited have you visited أسواق يعني لو قال لك I have قل له have you طيب yes he has has he yes she has has she yes they have have they أبدأ أعمل إيه فكرة المقص تبدأ بالفعل المساعد ثم الإيه ثم الفعل الفعل المساعد ثم الفعل أوكي تمام طيب قال لك yes I did did you yes he does does he yes they do do they طيب yes they are are they yes they where are sorry where they طيب لو قال لك yes I am أنت فعلنا أنا بحول الكلمة I لإيه فيبقى مع are يبقى دايماً كلمة I وي تتحول لإيه ليوم yes I am يبقى are you yes we are are you أوكي yes they were where they yes they will will they أوكي yes I could yes I could يبقى could could you يبقى لما يكون عندي yes أو no أبدأ بقولنا إيه أبدأ بالفعل المساعد اللي هو كان بيجي فين بعد أداة الاستفهام لما يكون بدء السؤال بدء الاستفهام إنما لما يكون السؤال جابته yes أو no ما ينفعش أبدأ بإيه أداة استفهام وببدأ برخم اثنين في تكون السؤال اللي هو إيه الفعل المساعد طبعا نشوف كده جمل تانية yes I did أو no I didn't يبقى أوله إيه did you وأبدأ أجيب الفعل في المصدر حسب الفعل اللي بقود عندي في المحصل أنا أقرأها ها يبقى did you watch TV أوكي يبقى yes I did أو no I didn't طيب قال لي yes I was أو no I wasn't يبقى السؤال البديء بإيه بwhere you ونخلي بإن حتى دي كويس اتفقنا إن كلمة I was أو we were بتحول لإيه لwhere you بحاول دائما I ليه يبقى yes I was أو no I wasn't aware you were you watching TV were you playing football وما استخدم was aware أو am أو is أو are الفعل بقود عندي طب قال لي yes he can no he can't كل ده ها بابدأ بإيه بابدأ بالمودة الفير yes he can can he yes they will will they yes I will will you حاول I will 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 ليه ليه محصل يبقى can he هو الفاعل وبعدها الفاعل في المصدر هو هو نفس طريقة تكون السؤال باستخدام أداة الاستفهام مع حز في أداة الاستفهام لأنه ننفعش أجيب أداة استفهام what أو when أو how or where مع إيه إجابة سؤال بادئ بإيه 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 أبدأ بالأفعال المساعدة اللي إحنا قلناها من شوية طيب أحيانا بيبقى السؤال في نعم من التخيير ويما يخيرك السؤال بفعال مساعدة صحيح يعني مفهود أقول يس ونو بس جاب لك كلمة or لو جاب لك كلمة or ما ينفعش تقول لا يس ولا نو وتختار واحدة من الاثنين كأنه سؤال عادي زي مثلا do you like football or tennis هتقول I like football طب إيه تقول يس yes I do no I don't إنما قال do you like football or tennis or tennis هتقول I like football نكمل الكلام ونبدأ نقول في تحولات تانية برضو بتحصل زي احنا قلنا I ويتحول ل you me us كذبير ما فروح تحول ل you يقول give me يبقى يتحول ل you give us us تحول ل you ما تيجي تعمل السؤال my our تحول you my been your mine ours يبقى yours اتفقنا برضو I am we are تحول ل you في السؤال I was we were تحول ل you where you I am we are I was we were where you بعد كده احنا بقى برضو اتفقنا ان لو الاجابة الخاصة بالسؤال مفيش فيها verb to be ولا verb to have ولا model verb اوكي وفي عندي بس ايه verb to do اه اشوف بقى الفعل نفسه والله لو كان الفعل عندي في present symbol وجامعة اللي هي او الشي او اللي هتلاقي اخر اس اوكي باسأل عليه باي does زي he plays football he plays football هسأل اقول ايه يبقى does he play اه لانا اعايز اقول ماذا يفعل ما او ماذا عن ايه انا قلت انا انا اصعد ايه لو عندي verb to be بساعده فوق او verb to have او مود verb لو في عندي حاجة بندول بس ادوم بعد اداة الاستفام طب ما فيش بقى بقى يبقى what does لان الفعل عندي a plays طب جبت what و does ابدأ جملة من اول ابدأ بال subject الفاعل يبقى what does he what does what does it وعداد الفاعل في المصدر يبقى what does he play او ان الافضل يقول what does he do طيب لو كان الفاعل في present بس جاء مع i او يعني ما فيش في اي ما فيش في اس نسأل نشوف الجملة بتاعتها يبقى كيف تذهب الى المدرسة يبقى اسأل بhow تمام طيب اقول ها حسب الفيرب يبقى how do وبعد كده اجيب الجملة منين من الاول احاول اي او و يبقى how do you بعدها الفاعل في الانفينتو وعدا كده تكملت السؤال قلنا اياك تقول by boss غلط لان انا الجزء اللي سأل عليه بحزيبه في السؤال المنفعش احط في السؤال اللي جاب بتاعته طيب امتى بستخدم did بقى لو الفيرب اللي عندي كان في past في past يعني ايه في الماضي they possible they had watched the film yesterday عايز اقول ايه متى شاهدوا الفيلم يبقى اسأل when تمام وحط بعدها do or did or did did طب ليه ما قلتش do مثلا ما هيدو بتجي مع زي لان الفاعل ما قال watch لو قال they watch كنت قلت when do they انما هو قال they watched يبقى when did اوكي وبعد ما اجيب did اجيب الجملة منين من الاول يبقى when did they وعدها الفاعل في المصدر watch the film طب ينفع اقول when did they watched the film yesterday غلط يبقى انا كده حطيت الاجابة في السؤال وده ما ينفعش طيب سؤال تاني بيقول he went to the who قال لي هو راح الى الحديق يبقى اين ذهب يبقى اسأل بتلمت اين يعني where طيب اجيب do ولا does ولا did انا عندي went يبقى where did تمام وقال بعد اجيب did اجيب جملة من اين بالاول يعني ابدأ بيقول اجيب 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 ابدأ بالاول ابدأ بالاول مساعد سواء كان verb to be verb to have model verb او verb to do حسب الاجابة yes he is is he yes they are are they yes i do do you no they didn't did they okay زي احنا قولنا قبل yes i can can you yes they can can say نشوف كما مع بعض قال له no it's the first visit to Egypt طيب أقول له is it your second visit to Egypt وطبع لما يكون الإجابة بالno لازم أجيب معلومات عكس الموجودة في الإجابة اللي عندي يقول لي لا دي أول مرة زول مصر يبقى قال له هل دي تاني مرة زول مصر is it your second visit to Egypt نخلي بنا نقول yes والno يعني يقول لي no ويجيب الإجابة أحاول أحط السؤال غير يعني أجيب معلومات غير المعلومات اللي عندي في اللي هو حطيها لي في الإجابة يعني قالت مثلا no it is the morning no it is the morning قال له لا ده احنا بالنهار أقول له إيها is it the night is it the night يعني هل دليل قال له لا yeah no it's the morning يبقى هو بيأكش له الإجابة يبقى دايما يكون الإجابة عند ابنه ها وبعدها إجابة معينة يما يجي أصير السؤال أجيب عكس اللي جاي في إيه في الإجابة طب لو عندك yes حط اللي جاي في الإجابة زي ما yes he is a boy is he a boy yes they are friends ها yes they are friends ها برضو بيرجعلي تاني بيرجعلي تاني بنتكلم على yes ونوزي احنا قلنا من شوية can I help you yes I want yes I would like يعني ممكن تبقى الإجابة يفيها yes I want أو yes I would like أوكي أسأل بإيه can you may I أوكي ما فيش فيها حاجة طيب بعد كده بيكلمني على question tag you know him don't you طبعا question tag ده موجود فين برضو في السؤال المزيل ممكن أحيانا نيجي في الديروغ عندي question tag طيب يقول لك you know him طب question tag ده أنا بعمله إزاي بعمل جملة خبرية عادية واجه أعمل بعدها كلمة أعمل كمة وبعد الكمة ها أعمل سؤال بس في صيغة النافي يعني أقول isn't don't doesn't حسب الفائل اللي فيكم لو في عندي verb to be أم وإز وار أستخدم في عندي modal verb can أو could أو الحاجات دي مزبتا فيها من فيها أثبت يعني أقول لك مثلا he is بإزنت they are aren't they he can can't they could couldn't couldn't they طب they want will they طب I have I have watched TV haven't you I haven't watched TV have you يبدأ الكويتشن A الكويتشن tag أحيانا برضو ممكن أعمل السؤال في المحادثة بس بشكل مختصر يعني مثلا أقول له and you طب وانت where to طب رايح فين where from طب انت منين what about you طب انت ماذا عنك what else ايه كمان why not اذا بدأ المكتب سؤال كامل ممكن استخدم الاختصارات دي ودي بتحلي محل السؤال الكامل بس من الأفضل ان احنا نعمل السؤال الكامل طب احنا كده عرفنا how to form a question ازاي نكون سؤال وقلنا في عندنا نوعين من الاسئلة yes or no questions او اسئلة اجابت yes و no واسئلة تانية بدأ بادات استفاء ان شاء الله كده احنا نكون خلصنا الفيديو الاول الخاص بتكوين السؤال في المحادسة ان شاء الله هيبقى فيه فيديو جاي على اهم المحادسات او اهم جمل المحادسات في اماكن مختلفة لو انت مثلا في hospital مستشفى لو انت في restaurant لو انت في مطعم اتمنى ان يكون الفيديو معجبكم اشترك في القناة انشاء الله اشترك ودعي زمالك لها وحاول شير الفيديو بقدر الامكان thank you a lot